اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتوبنا في من توليت وباركنا في من عطيت وقل أصرف عمى برحمتك شرى ما خضيت فإنك تغضي ولا يغضى عليك إنه لا يهل من وأليك ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعليك اللهم لك الحمد على وفقتنا لختم القرآن ووفقتنا لصيام وانقلال اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلا أعيك الجسيمة حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أخر رسلك وجعلتنا من خير أمة نخرجت للناس اللهم جعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحسابنا وتهاب أموبنا وأموبنا وتهاب أموبنا وأموبنا أموبنا اللهم أمسعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وتارم لنا من آيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الدواب الرحيم اللهم اجعلنا من أهل القرآن 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 فينقى ولا تجعلنا من أهل القرآن فيشوى اللهم افتلنا شهر رمضان برضوان وأجرنا من النار ووجد علينا بفضلك ورحمتك وبركتك وهلنا ما وهرته لأوليائه بفضلك وجودك وجارك يا أكرم الأكرمين اللهم اجعلنا من من يصن رمضان إيمانا واحتسابا فيغفر له ما تقدم من أمن اللهم ما أنزلت في هذه الليلة من خير ورحمة وبركاتك فاجعله من حظنا ونصيرنا اللهم لا تحرمنا نورها وبركتها وأجرها وتعابها رب العالمين اللهم هؤلاء عبادنا حضروا فتن كتابي يرجون رحمتك ويخشون عذابك اللهم فيعطهم ولا تحرمهم واسلهم ولا تنقصهم وأكلمهم ولا تهمهم واجعل القرآن والصيام والتيام شفيعا لهم يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا وتريهم تحب الكرم فتجارس عنا يا أحمدك يا أرهم الراحلين اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة الغالة اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة الغالة اللهم تقبلنا وصيامنا وقيامنا يا صوتنا ورقوعنا وسجودنا يا أربنا اللهم أجرنا من النار اللهم اعتق رطابنا من النار اللهم اعتق رطابنا ورطاب آبائنا وأمهاتنا وأجلالنا من النار برحمتك يا أرهم الراحلين اللهم جنبنا في دار ما قطر منها وما قطر اللهم اغفر دلوبنا واستروا عيوبنا اللهم اغفر دلوبنا واستروا عيوبنا وأنف بين غلوبنا وذهب الشيطان من بيننا واهدها سفر السلام واجعلنا إخوانا على سرور متقادلين إخوانا مسلمين المؤمنين صادقين وعلى دينك وكتابك وسنة نبيك والنبيك ثابتين اللهم تعفنا مسلمين اللهم تعفنا وأنت عظم عنا برحمتك يا أرهم الراحمين اللهم أصلح بنا ديننا الذي أبعزة أمرنا وأصلح بنا آخرة التي إليها معادنا وأصلح بنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل الحياة زيادة منا في كل خير والمرد واحدا لنا من كل شاء والفوز من جنة والنجاة من النار اللهم فرج من مهومين وفرج كغن مكروبين وأرض الدين عن المدينين اللهم فض الدين عن المدينين واشف الله ورد المسلمين أرحم موتانا وموتى المسلمين اللهم أرحم أمواتنا وأموات المسلمين اللهم اغفر لهم أرحمهم وعافهم وعافهم عمهم وأجرب لسلهم وغسح مدخلهم وأغسرهم يا رب بالماء والثنج والبراد وعادهم ونقيم من الظنوب ونقيم من الظنوب والخطايا كما ينقى الثوء الأبي أو من الدناس اللهم اجعلهم آل عنهم مع النبيين والصديقين والشغداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم شفع فيه الصيام والقيام والقرآن بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أحسوا فرثمين اللهم كله ولياً ونصيراً وعبناً وظهيراً اللهم أعز الإخوان المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سبباً لمن اهددى اللهم أهد شبابنا وشباب المسلمين واهد بناتنا وبنات المصيرين وعد بنا وعد بنا إلى الحق رداً جميلاً وعد بنا إلى صراطك المستقيم بملك وهديك يا حي يا غيراً اللهم اكفنا بحلالك عن حرامي واهدنا بحلالك عن حرامي واهدنا بحلالك عن من سواياك اللهم أصفق إبامنا يمين القرامي اللهم دين لما تحب وترى اللهم أهد الحق حقاً وارزقه كباعاً وأهد باطن باطن وارزقه اجتناباً اللهم أصنع في البلاد والعباد اللهم أهد علينا نعمة الأمن يا ربنا اللهم أهد علينا نعمة الأمن يا ربنا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين واصل عليه في الملئ الأعمى يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أدي الطيبين الطائبين ربنا لا تواقلنا إن نسينا ما أرخنا ربنا ولا تعمل علينا لإصرعنا كما حدرته على النذين من قبلنا ربنا ولا تحبنا نعمة وقتلنا به وأخذنا 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 وارحمنا أنت مردنا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا أرنا من أسواجنا وذرياتنا ورهة الأعيون واجعلنا للمتقين أياما ربنا أتنا في الدنيا حسنا وفي الأخذة حسنا واطنا عذاب النار واطنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين